السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا حبيبتي لغالية خباركم أتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وأحوالكم طيبة فيديو جديد وقتراح جديد أخواتي كيف لا تشوفوا على الصورة سنشارك معكم سباكتتي بالكفتة التي تأتي أكثر من رائعة وسهلة في التحضير وفي المتناول الجميع وبما أن الحسخن فهكا نغير بها الأطباق ممكن أن تديرها في الغضاء أو تديرها في العشاء لكم لإخسيار مشبعات سهلة في التحضير تجيل ديدة وتعجب الكبير وصغير دعوكم معي حتى الآخر فيديو لكي تعرفوا على الطريقة وعلى المقادر التي هي بسيطة وسهلة في التحضير فبسم الله على بركتي الله لدي هنا لصوص كيف لا تشوفوا كيف لا تشوفوا على الصورة لدينا ومتعددة الاستعمالات تحضروا بها كثير من الأطباق لتحضيرات مسبقة لدي هنا سباكيتي تحضروا أي نوع العجاء تحضروا تحضروا فلفل أحمر وإبزار ومفرومين كيف لا تشوفوا على الصورة ومفرومين من الأطباق لصوص طمات سوريز وفلفل أحمر وقفة ثومة نضيف ملحة ملحة نشارك القوان اخواتي الكفتة اضيف ملحة اضيف ملحة اضيف ملحة ترجمة نزيف ملحة اضيف ملحة اضيف ملحة نبعد ملحة تبقى كمية على حسب عدد اسراء اضيف ملحة ترجمة نشكر سوف نرى الفيديو و هي شاكرة راسها سهلة تحضيرها و تنفعنا بثائف في طواجنات في البيتزا في طواجنات السوسيس و حتى المقيلة يأتي فيها أكثر من رائعة سوف نطحنها أخواتي سوف نطحنها سوف نطحنها و سوف نطحنها و سوف نطحنها بالنسبة للطوماتسوريز تكون رخيصة فستغلوا الفرصة و أصيبوا بها هذه السلسارة تبقى مدة طويلة في المجمد لا يوجد أي شيء سوف نطيبها و سوف نطحنها لكي تستعملها في أي حاجة و سوف نطحنها في التوابيل الأوبيل سوف نطحن لكي تستعمل و سوف نطحن تدخلها في الكريم وتعالى الشكل و سوف نطحن هذا الأن و سوف نطحن تقوم across the table المدينة . نصفها لكي نصفها 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 نضيف العطرية أضع زيت الزيتون ضع زيت الزيتون قليل من زيت الزيتون وسأضع جميلة ضعي فوق البطء وضع مدة 5 دقيق سوف تكون جاهزة فوق الإضافة ثم نضيف الماء ونضيف الماء ونضيف الملحة ثم نضيف الكيمية يجب أن تكون الكيمياء على عدد أفرد الأسرة بالنسبة لهذه النوعية فهي رقيقة بثاف حجم رقيق سباكيتي يجب أن تقوم بالنسبة لهذه النوعية سوف نأخذ نصف الكيمياء لأن البكية فيها كيلو سوف نقطعها على جوج سوف نجعلها كسينة ومدة الطهي تراوح بين 5 أو 8 دقيق ودائما نرى المعلومات التي تكون هذه المعلومات سوف نرى وقت تأخذ معنا بالنسبة لهذه النوعية كيف لا نرى هذا الطيب وهناك سباكيتي وهناك سباكيتي وهناك المطيشة بدأت تغلق سوف نعود لكم الرقب سباكيتي صراحة أكثر من رائعة و أحسن نوعية بالنسبة له أنا أخوتي بالنسبة له هذا البكية لدي فيها نس كيلو كفتخذت غير رابعة قمت بها هنا مع العصوص كما ترى وفرتتها جيد سوف نعطينا قليلا وبالنسبة له سباكيتي هنا وصلت 5 دقيق قليلا سوف نجرب ونرى إلى طعبة هنا أخوتي بعد ما خلطت سباكيتي مع لصوص بقلية 1 شوية لصوص سوف نديرها كما الفوق كتزين 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 ومشبعة كتزين 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 وكتزين كتزين من العشاق الذين ترتبط بجميع الأنواع ودائما نشارك معكم باستفر الأنواع سوف نبقى اضافة 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 القليل من الفروماج اضافة زيت زيت أضافة الثمان اضافة العب peculiar اضافة مركز ونقول لكم شكرا لكم وكلمة شكرها قليلة في حقكم ما بقى لي إلا نودعكم ما سخت بكم كيف العادة دمتم في رعاية الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى فيديو قادم بإذن الله